اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أهمية مواصلة الجهود المبذولة في قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية بما يرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه نعم مشيرا إلى همية مواصلة تبني المبادرات النوعية لتعزيز تنافسية قطاع صناعة المعارض وإسهاماته في الاقتصاد الوطني وفق الخطط الموضوعة استمرارا لمسيرة المنجزات الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي وزيرة السياحة ودكتور ناصر قائد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وذلك منسبة حصول مركز البحرين العالمي للمعارض على جائزة أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023 ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2023 حيث نوه سموه بما يواصل أبناء الوطن تحيقه بعزيمة الفريق الواحد ومعربا سموه عن الشكر والتقدير لوزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وجميع منتسيبهما وتمتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح من جانبهما أعربت سعادة وزيرة السياحة والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد لما يوليه سموه من حرص مستمر على تطوير القطاع السياحي لتحيق المزيد من التقدم لهذا القطاع الحيوي